هكذا وجد الشيخ أحمد العمري سيارته صباح السبت وعلى جدار منزله الكائن في برج البراجني كتب جاي دورك رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان وإمام جامع الروضة في برج البراجني يقول أن موقفه الدائمة للثورة السورية هي السبب في الاعتداء الذي تعرض له هناك رسائل كثيرة جاءتنا من خلال سفهاء وحمقى هذه حجة طبعا أهل المنطقة تحديدا قيادتي حركة أمل وحزب الله يقولون بأن هناك عناصر غير منضبطة أحيانا تأتي إلى المنطقة فتشتم وتسب وتلعن الذي يطال النظام السوري أو الذي يطال رئيس النظام السوري الجماعة الإسلامية استنكرت التعرض لسيارة الشيخ العمري مؤكرة أن مثل هذه الحوادث لن تجرها نحو الفتنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر